رغم السمرار تدفق النازحين إلى محافظة مأرب واتساع رقعة المخيمات يظل در المنظمات الإنسانية غائباً عن تقديم مساعدات النازحين الجدد ويقتصر عملها على المسجلين القدامة أهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى فقرة وصل صوتك والتي نناقش فيها اقتصار عمل المنظمات الإغاثية على المسجلين القدامة من النازحين وتجاهلها للجدد ولماذا لم يتم تحديث قائدة البيانات النازحين لدى المنظمات؟ تابعوا ما يقدم برنامج القذاء العالمي لليمن وما يقدم من مواد وغير ذلك لا يمكن أن ترقى خاصة في مناطق النزوح ومناطق الشرعية كما تقدم المنظمات لهذه المنظمة أو هذا البرنامج في مناطق الحوثيين حيث يستغلون ذلك استقلالاً غير سليم فيقومون بتوزيع تلك المواد إما لمقاتليهم وإما لمناصريهم دون التلمس لأحوال الناس ومن هم في ساكنين داخل أمانطة العاصمة أو في أي محافظة نجد ويتواصل معنا الكثير في حارات ومديريات أمانطة العاصمة أن لا يصلهم شيئاً مما يقدمه برنامج الغذاء العالمي فنتمنى من برنامج الغذاء العالمي أن يغير من سياسته ونهجه في توزيع مساعدته وأن يكون مع منظمات مجتمع محلي يكون شريكاً مع منظمات مجتمع محلي تستطيع أن تصل تلك المواد وتلك البرنامج الغذائي إلى كل إنسان محتاج العقاء الغلط في هذا الجانب مشترك الكادر المحلي ما يتم اختياره اختيار صحيح ثاني حاجة المنظمة معروفة أنها تأتي لها رؤيتها لكن الجانب المحلي هو المسؤول عن هذا الكلام كله يجب أن يفرض رؤيته لأنه هو صاحب الشان وهو المسؤول وهو اللي يعارف ظروف وعارف قضية التوزيع وعارف التقسيم الاجتماعي وحالة الناس هو الجانب المحلي واللي يجب أن يفرض رؤيتها على الجانب الدولي مع الأسف شد أن هناك عشوائية في قضية توزيع السلات الغذائية توزيع بعض الأحيان المعونات المالية والمعونات المادية لعدم وجود مسوحات ميدانه وعدم وضوح الرؤية لدي الآخرين في بيقوموا بتسليم هذه المبالغ بطريقة عشوائية وبطريقة فيها تمايز بين الناس ومفاضلة أتمنى أن يتم مسح الناس بطريقة صحيحة وسليمة وأن يتم يعطى كل ذو حقا حقا وكل محتاجه وكل إنسان يحتاج هذا الشيء عندما أتلاحظ أن بعض الأحيان بيأتوا بسلة غذائية قيمة السلة الغذائية مبلغ كذا كذا وفي الواقع يقيمة لا تتجاوز 15 إلى 20 ألف ريال يمني بينما في الواقع محسوبة بالدولار تقريبا إلى حدود 150 إلى 150 دولار السلة الغذائية وفي الواقع عندما تجي تشاهدها تجيهم أعطاهم ثنتين قطع رز أو ثنتين حبات فول وحاجات لا توازي عشر ألف ريال ففي تقوى الله الأخوة أصلا المنظمات المجتمع المدني الموجودة معنا حاليا في محافظة نهار بالأخوة اليمنين التي يتعاملوا مع هذه المنظمات وكذلك هذه المنظمات عليها أن تعيد النظر في هذا الموضوع هذا موضوع غير لائق وغير لائقهم كمنظمات إنسانية المستفيدين يعانوا بشكل كبير من الحرمان ومن التمييز والتلاعب بالمساعدات الإنسانية التي حدد أو صرفت لهم وهي من حقوقهم طبعا بسبب الوضع الإنساني الذي تمر به المحافظة واليمن بشكل عام نحن وجدنا في تلاعب كثير في منظمة الغذاء العالمي من حيث التوزيع والتقسيم للمواد الغذائية حيث في أن نازحين قدامة متواجدين لم يستلموا أي مستحقات لديهم والنازحين الجدد أيضا كما لهم الأولوية كان في النظام الغذائي العالمي لكن للأسف لم نجد هذه العدالة في هذه المؤسسات القائمة عليهم حقيقة نعاني مسألة الغذاء العالمي من المنظمات الدولية وتمركزها في العاصمة الصنعاء هذا لا يجعل عملها دقيق جدا في باقي المناطق المحررة خاصة من محافظة مارب كون ما تزال من منطقة مارب هي منطقة نزوح متجددة فقد جاءت آخر إحصائية 2020 أنه أكثر من 172 ألف نازح هذه السنة المنصرمة والأسوأ أن المنظمات لا تجد من تحديث عملية البيانات والأسوأ من ذلك أنه تأتي معلومات واردة وتقارير أنه هناك من الجدود قد رفعت أسماء ولكن هناك من يصادر هذه السلال نزحنا إلى محافظة مارب منذ ثلاثة أشهر ولم نلتمس شيء إلا المنظمات منها تأتي منظمة الهجرة تسجلنا دون أن تعطي لنا شيئا الأشياء ملموسة ومحسوسة ومنظمة الغذاء العالمي ولم يدون لا إيواء ولا سلال غذائية ولا سكن ولا أي شيء إلا أنهم يتاجروا بمعاناة الناس فنرجو رفع المنظمات أو أن تعمل عملها بأكمل وجه الذي يرضي الله ورسوله ويرضي الإنسانية موضوع النزوح الجديد في محافظة مارب طبعا بدأ النزوح الأخير في محافظة مارب بداية العام 2020 تقريبا في نص فبراير النزوح كان من نهم والذي هو الجوف ومجزر بشكل عام والمديريات أكبر مشكلة واجهتنا في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمة النازحين واجهتنا مشكلة برنامج الغذاء العالمي أو موضوع الحصة الشهرية للأسر التي كانت تستلم من البرنامج قبل نزوحها أو الأسر لم تكن تستلم طبعا نحن قمنا في السلطة المحلية والوحدة التنفيذية قمنا بعمل متابعة البرنامج الغذاء العالمي وكتلة الأمن الغذائي الموجودة هنا في مارب حتى على مستوى الكتلة الوطنية في موضوع اعتماد الأسر وصرف الغذاء الشهري لهم طبعا نزلت الآيوم عملت لهم برنامج الأرارم الذي اعتبر تسجيل وتتبع النزوح الجديد وتم رفع الكشوفات من قبل البرنامج الآيوم إلى البرنامج الغذاء العالمي بأن هؤلاء موجودين في محافظة مارب سواء في المدينة أو في الوادي أو في صروح وغيرها حتى يتم اعتماد الحصة الشهرية لهم الغذاء لكن مع الأسف لم يتم التجاوب في هذا النقطة من قبل البرنامج الغذاء العالمي ولم يتم يشملهم على قدر المتابعات والاجتماعات واللقاءات التي كانت موجودة حتى على مستوى مكتب المحافظ وغيرها وهم يعطونا وعود أنهم سيستهدفهم في هذا الشهر طلبوا مننا ننزل نفعل حنا مسح جديد عبر اللجان المجتمعية في المديريات وقمنا بعملية المسح ورفعنا لهم كشوفات فيها كامل البيانات ووعدونا أنهم سيدخلوهم في الحصة الشهر القادم وغيرها ولم يتم من هذا شيء آخر عمل كان لهم هنا في المحافظة كبرنامج الغذاء أنهم طلبوا أنهم سيكون في مسح جديد للمحافظة تصحيح البيانات السابقة ومسح جديد للأسر اللاحقة فمن جهتنا قمنا لهم بتسهيل العمل جلسنا معهم في موضوع آلية البيانات والتسجيلات فتم رفضل طبعا آلية البيانات لأنه كانت بيانات يعني السلطة المحلية لديها تحفظات في جانب البيانات ولم تكن إنسانية بالشكل الكبير يعني في مشاكل يعني ما توافقت مع المعايير المطلوبة من السلطة المحلية هذه البيانات أو حتى تخدم الوضع الراهن الآن في محافظة مارب فاختلفوا في موضوع البيانات ولم يتم عمل أي شيء حقيقة الناس ضغطونا كثير في موضوع مطالبة حصصهم الشهرية أنا أتكلم على الغذاء المنقذ للحياة يعني إنقاذ للحياة الناس هذا الغذاء عندنا أطفال المصابين بسوء التغذية في المخيمات عندنا مشاكل كثيرة في موضوع الغذاء الآن بذت مع فترة البرد وإحنا نطلق أن نداء الاستغاثة يعني الناس بعانوا في هذا الجانب كبير وآلاف الأسر أنا لا أتكلم عن مئة أو مئة نتكلم عن عدد آلاف تقريباً نطلقوا إلى حدد عشرين ألف أسرة يعني من النزوح الجديد الحصار في المحافظة الذي لا يسترمون من البرنامج فإحنا نطالبهم حقاً بسرعة إنقاذ هذا الأسر وتقوم المنظومات بعملها ودورها يعني لإنقاذ الأسر الناس حافية اشتركوا في القناة